اكد صاحب السمو الملكي لمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن البحرين حريصة على مواصلة تعزيز الإمكانيات التي تتميز بها علاقاتها الممتدة مع جمهورية الهند الصديقة مشيدا سمو بمردود هذه العلاقات الذي شمل مجالات متنوعة عادت على البلدين والشعبين الصديقين بالخير والفائدة عبر الأجيال وقال سموه إن حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه قد أولى الاهتمام بدعم يطر العلاقات البحرينية الهندية تقديرا لما تشكله الهند من نموذج ناسوي متميز وتأسيسا على المدى التاريخي الذي تتسم به ما يتواصل البناء عليه لتنمية التعاون والتنسيق في عدد من القطاعات الحيوية جاء ذلك لدى لقاء سموه بحضور مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية السيد راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر الوطني الهندي حيث أشاد سموه بالدور الإيجابي للجالية الهندية في البحرين المسهمي في مجالات التنمية ما يعكس قوة الروابط التي تجمع بين البلدين الصديقين وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تستمر في دعم الفرص الاستثمارية عبر ما توفره من بيئة خصبة تعززها النظم والتشريعات العصرية التي تواكب متطلبات الأنشطة الاقتصادية كافة وتشجع نموها منوها أن سموه بالتبادل النشط بين البحرين والهند في هذا المجال الذي حقق تناميا كبيرا عبر السنوات من جنب عرباء سيد راهول غاندي عن شكري وتقديره على فرصة لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيدا بالدعم الذي تقدمه المملكة لمواصلة تعزيز العلاقات البحرينية الهندية على كافة الصعود